موسيقى هنا القاهرة عاصمة الخبر أثانية صباحا بتوقيت القاهرة نشرة أخبار مفصلة من عاصمة الخبر والبداية بأبرز العنوين تحقيق ألماني يكشف طوارد أوكرانيا في عملية تفجير خط نوردستريم الحكومة البريطانية تطرح مشروع قانون ضد الهجرة غير الشرعية يتحدى التشريعات الدولية وسوناك يؤكد أنه سيتم تطبيقه بأثر رجعي النقابات العملية في فرنسا تعلن مشاركة أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون مواطن في مظاهرات الموجة السادسة من الإضرابات ضد إصلاح نظام التقاعد والبداية مع تطورات الأزمة الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قالت وسائل إعلام ألمانية إن أجهزة التحقيق أعلنت مسئولية فريق مانز أوكراني عن تفجير خط نوردستريم وأوضحت التحقيقات أنه تم العثور على قارب يمتلكه أكرانيين اثنين استخدم في عملية تفجير خط الغاز الدولي اتهامات متبادلة كثرت أطرافها وتكهنات حول من يقف وراء عمل تخريبي تسبب في قطع إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا أثارها انفجار خطي أنابيب نوردستريم في بحر البلطيق في سبتمبر من العام الماضي الغموض لا يزال يكتنف الحادث بينما تتكشف بعض الحقائق رويدا رويدا ففي أحدث تقارير استخباراتية نقلتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وجهت أصابع الاتهام لمجموعة موالية لأوكرانيا بالضلوع في الهجوم على نوردستريم المسؤولون الأمريكيون الذين كشفوا عن ذلك أشاروا رغم ذلك إلى أنهم لا يمتلكون أدلة تفيد بتورط الرئيس الأوكراني فلوديمير زلينيسكي بنفسه أو أحد مساعديه في هذا العمل التخريبي فور نشر تلك التقارير نفى مستشار الرئيس الأوكراني علاقة كييف بالتفجير قائلا إن أوكرانيا ليس لديها معلومات عن الهجوم على نوردستريم لكنه لم يحدد طبيعة أو مفادة تلك المعلومات بدورها اعتبرت روسيا أن تقرير نيويورك تايمز بشأن نوردستريم يبارر تحركاتها نحو إجراء تحقيق مستقل حيث أعلن نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة أنه بحلول نهاية مارس الجاري سيكون هناك تصويت في مجلس الأمن بشأن التحقيق الدولي حول تفجير خط أنابيب الغاز نوردستريم لم تترك موسكو الفرصة لمهاجمة واشنطن على ضوء تقرير نيويورك تايمز إذ قالت الخارجية الروسية إنه كان يتعين على الإدارة الأمريكية إبلاغ موسكو بتطورات هجوم نوردستريم بدلا من التسريب إلى الصحافة الانتقاد الروسي لواشنطن جاء بعد أسابيع من نشر الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش تقريراً اتهم فيه واشنطن بالوقوف وراء عملية تخريب نوردستريم وسط هذا الغموض وتعدد الأطراف المتهمة يظل نوردستريم أحد أبرز ساحات المواجهة بين الغرب وموسكو لا سيما أن سلاح إمدادات الغاز الروسي لأوروبا بات فعالاً في مواجهة العقوبات الغربية على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا يلضقي أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالرئيس الأوكراني فلادمر زلينسكي في كييف اليوم وتهدف زيارة جوتيريش إلى مناقشة تمديد اتفاق مع موسكو يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفاني دوغارك إن الأمين العام وصل إلى بولندا وفي طريقه إلى أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة تسعين أسيرا من أوكرانيا في إطار مفاوضات جرت بهذا الشأن وأفادت الدفاع الروسية بأن هناك محادثات تجرى بشكل مستمر بوسطة أطراف خارجية لإطلاق صراح الأسرى من الجنود والمتطوعين والعاملين في خدمة الجيش الروسي حذر الرئيس الأوكراني فلادمر زلينسكي من سيطرة الكوات الروسية على مدينة باخموت مؤكدا أن تلك الخطوة ستفتح الطريقة أمام موسكو للوصول إلى مدن رئيسية شرقي أوكرانيا وأشدد زلينسكي على أن قادة كييف العسكريين متحدون في الدفاع عن المدينة بعد أسابيع من الهجمات الروسية مشيرا إلى أن بقاء القوات الأوكرانية في باخموت أمر تكتيكي وضروري وسط تلميح أمريكي بفرضية سقوطها وقتال محتدم على مدار عدة أشهر بين القوات الروسية والأوكرانية تظل مدينة باخموت الاستراتيجية محور المعارك الرئيسية في شرق أوكرانيا في خضم تلك المعارك الضارية للسيطرة على المدينة التي تعد من أكبر مراكز صناعة الآلات السقيلة في أوكرانيا أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زلينسكي عدم انسحاب قواته من المدينة مشيرا إلى أن القادة العسكريين تعهدوا بالدفاع عن المدينة وتقوية الدفاع بها لمواجهة الهجوم الروسي وفي صياق ذلك الزخم الكبير حول المدينة التي تبعد نحو خمسمائة وثمانين كيلو مترا عن العاصمة كييف أكد وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن أنه لا يستطيع التنبؤ بموعد انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة باخموت كما أن سقوطها لن يعني بالضرورة أن الروس غيروا مصار هذه المعركة مشيرا إلى أن القيمة الرمزية لمدينة باخموت أكثر من القيمة الاستراتيجية والعملياتية وعلى وقع تلك التداعيات الكبيرة أدى القتال الدامي إلى استنزاف احتياطيات المدفعية لكل الجانبين وسط إطلاق الآلاف من القذائف يوميا على طول الجبهتين الشرقية والجنوبية وفي الوقت الذي يعمل فيه حلفاء كييف الأوروبيين على التوصل إلى اتفاق لتدبير مزيد من الذخائر لأوكرانيا تقول موسكو إن الاستيلاء على باخموت سيكون خطوة نحو هدفها الرئيسي المتمثل في الاستيلاء على كامل أراضي دونباس طرحت الحكومة البريطانية مشروع قانون ضد الهجرة غير الشرعية لمنع المهاجرين الواصلين عبر بحر المنش على قوارب صغيرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة واعتبرت العديد من المنظمات الدولية مشروع القانون البريطاني بأنه يتحدى التشريعات الدولية من جانبها أوضحت وزيرة الخارج الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان أن هذا القانون سيسمح بإيقاف القوارب التي تنقل عشرات الآلاف إلى شواطئ بريطانيا وهو ما يعد انتهاكا صارخا لقوانين الدولة وإرادة الشعب البريطاني أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن حكومته ستواجه أي طعون قانونية على التشريع المقترح للتصدي للهجرة غير الشرعية ودفع سوناك في مؤتمر صحفي عن التشريع قائلا إنه خطوة ضرورية مشيرا إلى أن بريطانيا يجب أن تركز تعاطفها على الأشخاص الأكثر ضعفا وأضاف سوناك أن هناك حاجة للتعاون مع فرنسا والحلفاء الآخرين حول هذا الشأن مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتم تطبيقه فور إقراره بأثر رجعي والآن نتحول إلى ملف الإضرابات في فرنسا اشتركوا في القناة دعا الاتحاد النقابي في فرنسا إلى تظاهرات جديدة يومي الحادي عشر والخمس عشر من مارس الجاري ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد وكانت النقابات العمالية أعلنت عن مشاركة أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون مواطن في الموجة السادسة من الإضرابات الاحتجاجية على مشروع القانون يأتي هذا فيما قالت وزارة الداخلية إن أعداد المشاركين في تلك التظاهرات بلغ نحو مليون ومئتي ألف مواطن وقد تسببت الموجة السادسة من الإضراب العام الذي شهدته فرنسا في شلل بعدة قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والتعليم شهدت العاصمة الفرنسية باريس اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين وتكرر نفس الأمر في عدد من المدن الفرنسية التي شهدت محاولات قوات الشرطة استخدام القوة لتفريق التظاهرات التي تسعى لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروع إصلاح نظام التقاعد قالت شرطة بروكسل إن 600 من رجال الإطفاء شاركوا في احتجاج على نقص عدد الموظفين وزيادة سن التقاعد في المستقبل والتي سترتفع إلى 67 بداية من عام 2030 وقال ممثل الاتحاد البلجيكي توماس كارتنز إن رجال الإطفاء تعرضوا لأمراض مهنية وقالت المدرية العامة لواء إطفاء بروكسل إن مطالب المحتجين مشروعة مشيرة إلى ضرورة مراعاة صعوبة عمل رجال الإطفاء وانخفاض متوسط العمر المتوقع كما دعت فرقة الإطفاء في بروكسل الحكومة إلى زيادة ميزانية رجال الإطفاء تعتزم اتحادات النقابات الموظفين والتحادات العمال في اليونان تنظيم إضراب عام اليوم لمدة 24 ساعة كما ينضم إلى الإضراب عمال السكك الحديدية وعمال وسائل النقل الأخرى للمطالبة بوضع حد لسياسات الخصخصة وتحديد المسؤولين عن حادث تصادم القطارين ويتزامن مع الإضراب تنظيم مظاهرات في الساحة المواجهة للبرلمان اليوناني شيع عدد كبير من الفلسطينيين جثامين الشهداء الستة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام بندين التأجنين ومخيمها بالضفة الغربية وطلب مشيع الجنازة المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل أمام الاعتداءات الإسرائيلية وآخرها اقتحام مقيم جينين ما أدى إلى استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ونفذت قوات الاحتلال مداهمات وعمليات تفتيش لعدد من المنازل فيما قصفت منزلا محاصرا في المخيم قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة إن عمليات القتل اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها ما حدث في مخيم جينين قال هي حرب شاملة وأكد أبوردينة أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير مطالبا الإرادة الأمريكية بالتحرك الفوري والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني من جانبها أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جينين الفلسطيني وأكدت مصر رفضها التام لسياسة الاقتحامات المتكررة الإسرائيلية مناشدة كافة الأطراف الدولية الفاعلة الاطلاع بمسؤوليتهم لوضع حد للإجراءات الأحادية التصعيدية الجارية وتهيئة الظروف لتمكين جهود التهدئة والتسوية السلمية لتؤتي ثمارها بعيدا عن حلقة العنف المدمرة القائمة أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع مع الصين بل تسعى لمنافسة استراتيجية معها وقال مناصق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال إنه لا يوجد أي تغيير في العلاقات الأمريكية الصينية بما في ذلك الموقف من تايوان جاء ذلك ردا على تحذير وزير الخارجية الصيني لواشنطن بتغيير موقفها لتجنب أي صراع ومواجهة أعلن البنت جون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لطائرات إنذار مبكر متقدمة إلى اليابان بنحو 1.4 مليار دولار كما أعلن البنت جون عن موافقة الخارجية الأمريكية كذلك على بيع محتمل لمائتي وخمسة وخمسين صاروخا من تراز جافلين إلى أستراليا بقيمة 60 مليون دولار يأتي ذلك بعد تعزيز أستراليا إنفاقها الدفاعي على مدى السنوات القليلة الماضية لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ واقتصاديا أعلن صندوق النقض الدولي الموافقة على زيادة مؤقتة في الحدود السنوية والتراكمية للقروض التي يمكن للدول الأعضاء أن تحصل عليها من الصندوق لمساعدتها في مواجهة ظروف استثنائية صعبة وضبابية وقال صندوق إن حدود الإقراض التراكمية زادت من 435% إلى 600% من حصة كل بلد وتم رفع حد الإقراض لمدة 12 شهرا من 145% سابقا إلى 200% مما سيمكن الدول الأعضاء خاصة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من الحصول على مزيد من الدعم المالي من الصندوق قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ديروم باول إنه قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة في جلسته المقبلة أكثر من المتوقع وذكر باول في شهادة أدل بها أمام الكونغرس أن البيانات الاقتصادية التي جاءت أقوى من التوقعات قد تؤدي إلى قرار برفع أسعار الفائدة بواتيرة أعلى وسيكتمع مسؤول الفيدرالي في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الشهر الجاري لاتخاذ قرارهم بشأن أسعار الفائدة رياضياً فاز الزمالك المصري على ضيفه التراجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة بدور أبطال أفريقيا جاءت أهداف الزمالك عبر سيف فاروق جعفر وأحمد سيد زيزو وسيف الجزيري بينما جاء هدف التراجي عبر رياض بن عياد الفوز رفع رصيد الزمالك إلى أربع نقاط في المركز الثالث مقابل تسع نقاط في رصيد التراجي الذي يتصدر المجموعة ما زلنا مع منافسات دور أبطال أفريقيا حيث تغلب الهلال السوداني على ضيفه القطن الكاميريوني بهدفين دون رد ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية وضمن المجموعة الثالثة فاز الرجاء المغربي على مضيفه حري الغيني بثلاثة أهداف مقابل هدف وضمن المجموعة ذاتها تغلب سيمبا التنزاني على ضيفه فايبرز الأغندي بهدف دون رد وضمن المجموعة الرابعة تغلب شباب بلوز داد الجزائري على ضيفه المريخ السوداني بهدف دون رد صنع شاب بمدينة بنينة لبنانية توربين رياح من مواد معاد تدويرها لتوليد الكهرباء لعائلته وجيرانه واعتمد مشروع جرين اكس على مواد صديقة للبيئة ومصادر طاقة نظيفة تساعد في توليد الكهرباء في ظل ارتفاع تكاليفها في لبنان في ظل ازمة نقص الكهرباء وارتفاع تكاليفها بلبنان وجد محمد سبسي في بلدة بدنين شمال لبنان مخرجا من تلك الازمة حيث صنع توربين رياح من مواد معاد تدويرها نجح في توليد الكهرباء لعائلته وبعض جيرانه اكيد بسبب ازمة الكهرباء التي عصفت ببلادنا اضطرنا نبحث عن بدائل الكهرباء الدولة خطرت ببالنا هالفكرة هيا اللي هي طاقة الرياح اللي ممكن نطبق على كافة المنازل في لبنان وكان هدفنا الاساسي انه نحن نخترع حتى الجنيريتر في لبنان حتى يكون الكفاءة تبعته اعلى والسعره اقل جرين اكس الذي صنعه سيبسي انطلاقا من شغفه بالعلوم يتكون مما يشبه الشفارات والزعان في المعدلة من البراميل البلاستيكية المستعملة ومولد ملحق بالتوربين لتوليد الكهرباء بالاضافة الى الواح شمسية لاستخدامها في الايام التي تقل فيها الرياح هيدا التوربين بيتميز عن بقية التوربينات المتوفرة بالسوق بالافيشينسي الاعلى تبعته في عنا الى 6 بيوت مستفيدين من المصدر الطاقة هذا في عنا 4 بيوت تقريبا بيستفيدوا بكل الادوات الكهربائية وفي بيتين بس اضاءة لم يخدم جرين اكس منزل مخترعه فقط بل فاق المشروع التوقعات وامتد ليخدم منازل جيرانه الذين لا يتحملون دفع تكاليف الكهرباء ايضا وينتج مشروع جرين اكس الذي تأسس في سبتمبر عام 2022 ما بين 4.5 و 6 امبيرات ويتوقع سبسي بقاء المشروع لمدة تتراوح بين 20 و 25 عام الى هنا تنتهي نشرتنا وهذه تذكرة بالعنوين تحقيق المانية يكشف تورط اوكرانيا في عملية تفجير خط نوردستريم الحكومة البريطانية تطرح مشروع قانون ضد الهجرة غير الشرعية يتحدى التشريعات الدولية وسوناك يؤكد انه سيتم تطبيقه باثر رجعي النقابات العملية في فرنسا تعلن مشاركة اكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون مواطن في مظاهرات الموجة السادسة من الاضرابات ضد اصلاح نظام التقاعد لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني القاهرانيوز دوت نت كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 Vertical كما يمكن تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكو أركوز الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء هنا القاهرة عاصمة الخبر اشتركوا في القناة